هل ترى بأن طريق المصالحة معبداً بشكل جيد؟ أولاً حماس تهاجم كل شخص وكل مؤسسة وكل إنسان وكل حزب ليس في حماس لازلنا منتزمين بطريق الحوار مع حركة حماس ولكن يجب أن يكون هذا الحوار مبنياً على أسس ألا تعود مرة أخرى مقومات أن تنقلب حماس مرة أخرى على هذا الاتفاق هل نتوقع توطيع اتفاق كما قال البعض منها تفشار؟ أنا لا أريد أن أكون متفائلاً أو متشائماً أتمنى أن يتم توقيع التفاق المعطيات التي بيني ذلك؟ المعطيات الحالية لا تدعو للتفاؤل تحديداً فيما يتعلق بردود أفعال حركة حماس من وجهة نظري الانتهازية فيما يتعلق بالتقرير ولكن هذا لن يؤثر ما هي النقاط الأخرى في موضوع المصالحة؟ هناك قضايا متعلقة بالأمن ومتعلقة بالانتخابات ومتعلقة بطبيعة الشراك نحن في حركة فتح معنيون بشراكة كاملة مع حركة حماس وكل الفصائل الفلسطينية ولكن على أساس سياسي متين وفي نفس الوقت يعزز بأساس ميداني متعلق بعدة بناء المؤسسة الأمنية ما ترفضون؟ أين هو الخلاف؟ حقيقة أين هو الخلاف؟ أنا لست مكلفاً بالمفاوضات أبداً نحن لا تهدفون ما هو الخلاف؟ ما هي النقطة التي أنتم لن ترضوا فيها هم قدموها أو أنتم لا تلدونها؟ حتى هذه اللحظة نحن وافقنا مع بعض التعديلات على المبادرة أو الورقة المصرية اليوم سيكون هناك اجتماع بين الرئيس أبو مازن والسيد وزير الخارجية والسيد الوزير عمر سليمان سننتظر نتاعتها إلى الاستماع الانتخابات هي الفيصل بين حركتين مختلفتين جر هذا الخلاف إلى الوضع المأساوي الذي نعيش فيه الآن لذلك نحتكم مرة أخرى إلى الشعب الفلسطيني إضافة إلى أنه استحقاق دستوري بالتوقيت في 25 يناير القادم لذلك أنا أتمنى أن تحدث هذه الانتخابات في موعدها وإن تأخرت قليلاً يكون بتوافق ولا تأخرت الانتخابات هي الفيصل وما هو الخلاف مع حماس؟ لا حماس لا تريد الانتخابات حماس لا تؤمن بالانتخابات المتكررة تؤمن بالانتخابات مرة واحدة لكن لأسباب أخرى تخص حماس هي تريد أن تعرق لعملية الانتخابات بقضايا إجرائية لذلك طلبت التأجيل أول مرة طلبت التأجيل لمدة سنتين فالمرة الثانية طلبت التأجيل لنصف الأول ولكن في نفس الوقت لا يوجد ضمانات لإلزام والتزام حركة حماس بموعد الانتخابات على العموم سننتظر إلى أن تخرج نتائج هذه بالتوافق في القاهرة ونأمل ذلك بخصوص المعتقلين السياسيين بالتأكيد نحن هذا الموضوع هو جزء من الموضوعات الكبيرة التي نناقشها في إطارة نجدونك خطوة حسنية كمان نحن لا نتحدث عن قضايا تفصيلية نحن نتحدث الآن في حيحة تفتح عن إعادة البناء وقضايا كبرى ملفات معلقة منذ عشرين عاما أو على الأقل منذ خمسة عاما لكن المبدأ نحن ضد الاعتقال السياسي ولن ندافع عن أي اعتقال سياسي ولكن في نفس الوقت نحن نتساءل إذا كانت هنا في رمالة اعتقالات سياسية في غزة في ذبح جسدي وقتل بالرصاص الحي ولكن نأمل أن يجمل الاتفاق بالقاهرة حتى لا نعود مرة أخرى لا للاعتقال السياسي ولا للاعتقال الأمني شكرا للمساة اشتركوا في القناة